سلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة السابعة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلا طلاقاً بائناً لا رجعت فيه إن كنت راغباً في إمامك كان الحديث في الحلقة الماضية في موضوع الخارطة الإجمالية للأجواء التي تتحقق فيها مجريات مجريات ووقائع وأحداث مرحلة مرحلة الإرهاصات ومرحلة ومرحلة العلامات الحتمية ومرحلة ومرحلة مقدمات الظهور مفردة مهمة جداً تحدثت عنها في الحلقة الماضية البتريون الصناعة الشيطانية في أجل صورها إنهم المراجع الطوسيون إنها الحوزة الطوسية إنهم الأتباع الطوسيون صناعة شيطانية بامتياس مر الكلام في كل هذا ولا أريد أن أعود إليه في الجهة المهدوية هناك صناعة أيضاً مثلما يصنع إبليس البتريين إمام زماننا يصنع الزهرائيين وحينما أقول من أن إمام زماننا يصنع الزهرائيين لا أقصد نفسي لا أقصد نفسي ولا أقصد كثيرين يحبون أن يصفوا أنفسهم بأنهم زهرائيون لأن الزهرائي الأول هو إمام زماننا في توقعاته الشريفة هو الذي يقول من أن الزهراء أسوة له أسوته الزهراء الزهرائي الأول هو إمام زماننا وإمام زماننا هو إمام الزهرائيين حينما أقول عن نفسي زهرائي أنا هذا كلام في كلام مجرد الدعاء فأنا لا أتحدث عن صناعة الزهرائيين هنا عن نفسي وعن الآخرين الذين يحبون أن يصفوا أنفسهم بأنهم زهرائيون إنني أتحدث عن الزهرائيين الحقيقيين يمكنكم أن تصفوني بلساني الحقيقة من أنني خطيب متحدث أديب يمكنكم أن تقولوا هذا أديب بملاحظة بملاحظة الإطلاع الإطلاع على الأدب العربي من هذه الجهة يمكنكم أن تصفوني بهذه الأوصاف وتصدقون في ذلك لأن الواقع يثبتها لكنني لا أستطيع أن أصف نفسي بأنني زهرائي بلساني الحقيقة إنني أحب أن أكون كذلك لكنني لازلت جزءا من هذا الواقع الطوسي البتري القذر أحاول أن أتملص منه بقدر ما أستطيع إنني أحاول ولا أدري هل نجحت في ذلك أم لا ولا أريد منكم أن تحكموا على نجاح أو فشلي ماذا أصنع بمدحكم وثنائكم إنني لا أعبأ بمدح أحد وإنما أريد التقييم والحكم من إمام زماني وليس منكم ماذا أصنع بتقييمكم ماذا أصنع بتقييمه لنفسي وماذا أصنع بتقييمكم لي هذه هي الحقيقة المقشرة من دون مجاملات ومن دون رتوش وإضافات وتزيينات وتجميلات ومصانعات إذن هناك إبليس يقوم بصناعة البتريين وهناك إمام زماننا يقوم بصناعة الزهرائيين صناعة إبليس موجودة على أرض الواقع منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته اللعينة في النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا جموع البتريين تترا وتترا وتترا أما الزهرائيون فإنني أتحدث عن النصوص عن الأحاديث إذ لا أرى على أرض الواقع شيئا من مضامين هذه الأحاديث قطعا يوجد زهرائيون أنا لا أستطيع أن أميزه هذا أمر راجع إلى إمام زماننا عملية الموازنة هذه لا بد أن تتحقق فهناك إبليس يعمل في جولة باطله كي يصنع البتريين وهناك قائم آل محمد يعمل لدولة حقه كي يصنع الزهرائيين وهو الزهرائي الأول وهو إمام الزهرائيين هذا منطق سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر إنها فاطمة إنها فاطمة صلوات الله عليها وفي الجهة الثانية هناك شانئ رسول الله إنه الأبتار وهناك المسار الكوثر وهناك المسار الأبتار البتريون هؤلاء من هناك يتفرعون لأنهم بتروا إمامة فاطمة هذه حقيقة البتريين بتريون النجف وكربل بتروا إمامة فاطمة هؤلاء هم البتريون هناك المسار الكوثر وهناك المسار الأبتار المسار الكوثر هو مسار إمام زماننا والذي ينتج الزهرائيين يصنع الزهرائيين إنها عملية نحت الرجال مثلما يتحدث القرآن في سورة طه عن صناعة موسى فإن الله هو الذي صنعه في الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة من سورة طه جاء في آخرها وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني كل التفاصيل هي جزء من صناعة موسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له كل هذا جزء من صناعة موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتون فلبثت السنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى كل هذه الوقائع وكل هذه التفاصيل هي مجموعة أجزاء لصناعة موسى إلى أن تقول الآية الحادية والأربعون بعد البسملة من سورة طاها واصطنعتك لنفسي الآية التي بعدها اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري الآية التي بعدها اذهب إلى فرعون إنه طغى ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي حينما نتحدث عن الصناعة عن صناعة الرجال يدخل فيها النجاح والفشل ويدخل فيها السقوط والارتفاع ويدخل فيها الخطأ والصواب ويدخل 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 برنامج مرسوم بأخطائه وصوابه بسقوطه وارتفاعه حتى السفاهة تكون جزءا من البرنامج لكنها تكون سببا للاعتبار وللاتعاض لما سيأتي هناك مجموعة كبيرة من الأجزاء تتداخل فيما بينها لصناعة الإنسان الآيات هذه تتحدث عن نبي معصوم لكنني جئت بها مثالا لتقريب الفكرة والأمر هو في سورة آل عمران حيث الحديث عن امرأة إنها السيدة مريم فالصناعة ليست للذكور فقط حينما أقول هو نحت الرجال تعبير إنه نحت للرجال ونحت للنساء في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة من سورة آل عمران فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا كل هذا جزء من صناعتها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها هذه الصناعة المريمية وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة إنني أتحدث عن صناعة الزهرائيين بهذا المنطق بالمنطق القرآني رجالا ونساء لا يوجد فارق في البين بين الرجال والنساء فعملية النحت هي هي للرجال وللنساء على حد سواء أعتقد أن الفكرة صارت واضحة فهناك إبليس ينحة رجاله البتريين وهناك قائم آل محمد ينحة رجاله الزهرائيين صناعة تنهي صناعة البتريين في جانب وصناعة الزهرائيين في جانب آخر وأؤكد عليكم من أنني حين أتحدث عن الزهرائيين هنا لا أتحدث عن نفسي ولا عن مجموعات من الناس يصفون أنفسهم بأنهم زهرائيون حينما أقول زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي إنني أحب أن أكون كذلك وإلا ففي الحقيقة مثل ما قلت لكم يمكنكم أن تصفوني بأني خطيب متحدث أجيد الكلام هذه صنعتي أقرأ عليكم حديثا عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما من الكاف الشريف إنه الجزء الثامن من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والثمانين بعد المئة إنه الحديث التسعون بعد المئتين بسنده بسند الكليني عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه لو ميزت شيعة إمامنا باب الحوائج هو الذي يقول لو ميزت شيعة لم أجدهم إلا واصفة يجيدون الكلام كما قلت لكم قبل قليل يمكنكم أن تصفوني بأنني خطيب متحدث متكلم أجيد صنعة الكلام هذا شيء أما أن يكون الإنسان زهرائيا حقيقيا هذا شيء آخر لا علاقة بين أن يجيد الإنسان الحديث وبين أن يكون زهرائيا حقيقيا هذا هو وواقعنا وهذا الكلام ليس للإعلام أو لإظهار التواضع أو لغير ذلك هذه هي الحقيقة بعينها وليس بشيء آخر الإمام الإمام الكاظم هو الذي يقول لو ميست شيعة لم أجدهم إلا واصفة يتحدثون بأسنتهم لو ميست شيعة لم أجدهم إلا واصفة ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي إلا ما كان لي يشير الإمام إلى عدد محدود قليل جدا إنهم طالما اتكأوا على الأرائك فقالوا نحن شيعة علي إنما شيعة علي من صدق قوله فعله التصديق في الفعل الفعل يصدق القول رواية ذهبية هذه الرواية لو ميست شيعة لم أجدهم إلا واصفة يتكلموه يتكلمون فقط إنهم ظاهرة صوتية ليس إلا لو ميست شيعة لم أجدهم إلا واصفة ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد ولو غربلتهم غربلة لم لم يبق منهم إلا ما كان لي إلا عدد محدود قليل إنهم طالما اتكوا على الأرائك فقالوا نحن شيعة علي إنما شيعة علي من صدق قوله فعله وأين هؤلاء إنهم الأقلون عدد هكذا وصفهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إنهم الأقلون عدد حقيقتنا هي هذه مثل ما جاء في دعاء عرفة إنه الدعاء المروي عن سيد الشهداء عن حسيننا صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف إلهي إلهي من كانت محاسنه مساهوي هؤلاء وحق الحسين نحن هؤلاء نحن إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي والله هؤلاء نحن ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي هؤلاء نحن هذه كلمات سيد الشهداء صاغها لي ولأمثالي ولكم ولأمثالكم هذه حقيقتنا لا نتعداها إذا تعديناها فذلك بتوفيق وصناعة من إمام زماننا إذا توفر لنا ذلك إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي والله هذه حقيقتنا إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي فحينما أحدثكم عن الزهرائيين إنني لا أحدثكم عن نفسي ولا عن كثيرين من الناس يحبون أن يصفوا أنفسهم بأنهم زهرائيون نحن نعرف أنفسنا وهذا هو واقعنا مثل ما قال إمامنا الكاظم في أحسن أحوالنا ما نحن إلا واصفة متحدثون متكلمون حقيقتنا حقيقتنا لا تتجاوز ما جاء في دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوي مساوي نذهب إلى محاسنه محاسنه يا من يعلم ضمير الصامتين يا من يسمع أنين الواهلين يا من يرى مكاء الخائفين يا من يملك حبائج السائلين يا من يقبل عذر التائبين يا من لا يصلح عمل المفسدين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب نعارفين يا اجود اجود سبهان كيان الغال يا دائم البقاء يا سامع الدعاء يا واس العطاء يا غافر الخطاء يا بدية السماء يا حسن البلا يا جميل الثناء يا قدیم الثناء يا كثير الوفا يا شريف الجزا سبهانك يا لا إله إلا والله والله والسلام والله الموضوع الذي أنا بصدده موضوع حساس جدا أتمنى عليكم أن تصبروا علي أولا وأن تدقق النظر فيما سأذكره لكم ما هو بكلامي إنه كلام قرآنهم وكلام حديثهم ولا يوجد شيء آخر قد لا أستطيع أن أكمل حديثي في هذه الحلقة سأحتاج إلى الحلقة القادمة صناعة الزهرائيين جولة في ثقافة الكتاب والعتر بنحو موجز سأجعل كلامي في شاشات متعددة وهذا الأسلوب أتبعه دائما في برامجي الذين لم يتابعوا برامجي أقول لهم الشاشات المتعددة هذه الفكرة مستقات من كاميرات المراقبة الكاميرات الأمنية كاميرات المراقبة تجمع صورها وما تلتقطه عدساتها في مجموعة من الشاشات وإذا أرادوا أن يعرفوا الموضوع الذي يبحثون عنه فيما صورته كاميرات المراقبة عليهم أن يدرسوا جميع الصور التي ظهرت في جميع الشاشات ومن هنا فإن حديثي سيكون في شاشات متعددة أتمنى عليكم أن تدقق النظر معي الشاشة الأولى سأذكر لكم في هذه الشاشة مجموعة من أحاديث العترة الطاهرة هذه الأحاديث مثيلاتها كثيرة جدا هناك عشرات وعشرات بل مئات من الأحاديث في هذا المضمون اخترت لكم سبعة أحاديث من كتبنا القديمة الأصلية الأصيلة إنها كلمات أئمتنا المعصومين هذه هذه الأحاديث لو تدبرتم فيها ستعرفون بأن واقعنا الشيعية منذ بداية الغيبة الكبرى ومنذ تأسيس حوزة النجف المشؤومة سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة لا علاقة له بإمام زماننا إننا نسير في طريق بعيد جدا عن إمام زماننا هذه الأحاديث أحاديثهم سأقرأها عليكم لن أضيف شيئا من عندي لكنني أقول لكم احترموا عقولكم وحكموا عقولكم وانظروا بدقة في مضامين هذه الأحاديث وبعد ذلك عودوا إليها بعدما تحكمون عليها بعقولكم عودوا إليها وانظروا إليها بقلوبكم لكن في بادئ الأمر عليكم أن تحترموا عقولكم وأن تتعاملوا معها بعقولكم الدور الذي سأقوم به أن أعرض بين أيديكم الأحاديث الأمر لا يقتصر على هذه الأحاديث هذه الشاشة الأولى لابد أن تجمع بقية ما سيعرض في هذه الشاشات إنها إنها سبع شاشات من الشاشة الأولى إلى الشاشة السادسة أحاديث العترة أما الشاشة السابعة آيات من القرآن كي نعرض ما تم عرضه في الشاشات من الشاشة الأولى الأولى إلى الشاشة السادسة كي نعرض ذلك على حكم القرآن وعلى مضمون القرآن ولذا فإن الشاشة السابعة ستكون مقتصرة على آيات من الكتاب الكريم كي يكون الكلام محكما متكاملا غيبة النعماني النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهو تلميذ الكليني رضوان الله تعالى عليهما طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الثالثة والأربعين بعد المئة إنه الباب العاشر الحديث الثاني بسنده بسند النعماني عن المفضل ابن عمار دققوا النظر معي في هذا الحديث المفضل ابن عمار يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خبر تدريه تعرف فقهه وحقيقته خبر تدريه خير من عشر ترويه خير من عشر ترويه ترويه فلربما جاءت ترويه مراعاة للسجع وإلا فإن السياق الاعتيادية في الكلام أن يكون الكلام هكذا خبر تدريه خير من عشر ترويه من الأخبار التي ترويه إن لكل حق حقيقة ولكل صواب نور ثم قال إمامنا الصادق إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له حتى يلحن له ليس الحديث عن اللحن الذي هو الخطأ النحوي في الكلام أو في اللغة وإنما المراد هنا معاريض الكلام دلائل الكلام الحقيقية وأنا لا أريد أن أقف عند الرواية هنا لأن موطن الشاهد سيأتينا إنما أقرأ هذا كي تعرف من أن معرفة فقه أهل البيت لا يمكن أن تتحقق إلا من هذا الطريق من معرفة لحن القول خبر تدريه خير من عشر ترويها إن لكل حق حقيقة ولكل صواب نور ثم قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف فيعرف اللحن إن أمير المؤمنين عليه السلام قال على منبر الكوفة إن من ورائكم فتنان مظلمتان عمياء منكسفة لا ينجو منها إلا النومة قل يا أمير المؤمنين ومن نومة قال الذي يعرف الناس ولا يعرفونه يعرف الناس يعرف عقائدهم يعرف ماذا يجري في قلوبهم يعرف مخططاتهم قل يا أمير المؤمنين ومن نومة قال الذي يعرف الناس ولا يعرفونه موطن الشاهد هنا واعلموا 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 أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل هذا كلام أمير المؤمنين يحدثنا به إمامنا الصادق صلوات الله عليهما واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل ولكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم الطريق مفتوح إلى آل محمد الطريق مفتوح إلى إمام زماننا ولكن بسبب ما يصدر منا سيضيع علينا الطريق والكلام هذا يكون موجها للكبار قبل الصغار لكبار القوم لأصحاب العمائم الكبيرة الكذابين الذين يقولون إننا نواب صاحب الزمان لا لعنة الله على أكاذيبهم واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل ولكن الله سيعمي خلقه عنها عن حجته لماذا بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة لله لساخت بأهلها ولكن الحجة يعرف الناس ولا يعرفونه كما كان يوسف يعرف الناس وهم له منكرون ثم تلا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لا يفهم الحديث من أن الإمام الحجة موجود بين الناس مثلما يتحدث البعض حينما يقسمون الغيبة إلى نوعين هناك غيبة الشخص وهناك غيبة العنوان غيبة العنوان هذا هراء ليس له من عين ولا أثر في ثقافة الكتاب والعتر الغيبة هي غيبة الشخص هو غائب عن أبصارنا غائب ليس بعنوانه عنوانه موجود معروف هو غائب عن أبصارنا بشخصه في الحقيقة عيوننا هي الغائبة عيوننا هي التي لا ترى وإلا فهو شاهد علينا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه الآية لا تتحدث عن صلاتنا في المساجد وإنما تتحدث عن بواطننا وماذا نفعل في خلواتنا وفي أي مكان من الأمكنة وفي أي زمان من الأزمنة ماذا نفعل بجوارحنا وماذا يدور في جوانحنا من نوايانا وخلجاتنا النفسية وماذا نقول بنحو جهري وماذا نقول همسا وماذا نقول من دون صوت حينما نحدث أنفسنا بأنفسنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إنه إمام زماننا فهذا الكلام عن غيبة العنوان ما هو إلا هراء غيبة الحجة بن الحسن هي غيبة الشخص وفي الحقيقة غيبتنا عن أبصارنا لا ترى هو غائب عن الأبصار وهذا المعنى سأوضحه وأبينه فيما يأتي في الحلقة القادمة أو في التي بعدها واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل ولكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإصرافهم على أنفسهم سيعمي سيقطع الطريقة فيما بينهم وبينه أبصر ولو ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة لله لساخت بأهلها ولكن الحجة يعرف الناس ولا يعرفونه كما كان يوسف يعرف الناس وهم له منكرون هذا مثال حسي فيه تقريب من وجه وفيه تبعيد من وجه آخر ثم تلى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون موطن الشاهد هنا الحجة موجود الطريق إليه مفتوح ولكننا نحن الذين قطعنا هذا الطريق قطاع الطريق منهم مراجع النجث وكربلاء أولئك هم الذين قطعوا الطريق فيما بيننا وبين إمام زماننا وحولونا إلى طريق متاهة هم تاهوا وتيهونا معهم واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل ولكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم لا بد أن نجمع كل المضامين نحن نتحدث عن شاشات متعددة وفي الشاشة الواحدة هناك عدة لقطات عدة صور وماذا نقرأ أيضا كمال الدين للصدوق أن متوفى سنة 381 للهجرة الجزء الأول طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران صفحة 436 إنه الحديث الثاني حديث مفصل سأقرأ ما يرتبط بموضوع الحلقة كميل بن زياد يقول أخذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بيدي صلوات الله عليه فأخرجني إلى ظهر الكوفة النجف ظهر الكوفة النجف أخذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ظهر الكوفة فلما أصحر لما ابتعدنا عن البناء عن الكوفة وبيوتها وبساتينها فلما أصحر تنفس ثم قال يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها أوعاها أكبرها أوسعها أعمقها إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها ومر الكلام علينا في الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج حينما حدثتكم عن ملامح المنهج اليماني الزهرائي الفهم العميق الفهم العميق لا يكون إلا في هذه القلوب الواعية العميقة المتسعة يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها احفظ عني ما أقول لك الناس ثلاثة عالم رباني الإمام المعصوم ومتعلم على سبيل النجاة هؤلاء هم الزهرائيون وهمج الرعا أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح إنهم البتريون اللعناء لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق الركن الوثيق هو الإمام المعصوم لم يستضيئوا بنور العلم ما عندهم ليس علما إنها جهالة استمروا استمروا ودققوا النظر في الحديث عن العلم إلى أن يقول أمير المؤمنين اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهر مشهور أو خاف مغمور لألا تبطل حجج الله وبيناته وكم ذا وأين أولئك أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون خطر بهم هؤلاء هم الزهرائيون بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم هجم بهم العلم على حقائق الأمور وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى يا كميل أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه آه آه شوقا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولكم قد يتصور البعض من أن الإمام هنا يتحدث عن الأئمة المعصومين لكن الإمام ذكر وصفا هذا الوصف لا ينطبق على المعصومين صلوات الله عليهم حينما قال بهم يحفظ الله حججه وبيناته وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم إذا أردنا أن نطبق هذا الوصف على المعصومين يعني أن المعصوم في مرحلة من المراحل يكون قلبه خالياً من العلم والمعرفة وهو بحاجة إلى زراعة العلم والمعرفة في قلبه فهذا الكلام لا ينطبق على المعصومين بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم أمير المؤمنين يتحدث عن المتعلمين على سبيل النجاة ألم يخبر كميلاً بأن الناس ثلاثة عالم رباني العالم الرباني لا يمكن أن تمر عليه ثانية كي يحتاج في تلك الثانية إلى زراعة في قلبه عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة هؤلاء هم المتعلمون المتعلمون على سبيل نجاة بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقائق الأمور وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى يا كميل أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه آهن آهن شوقا إلى رؤيتهم هؤلاء هم هم الذين حدثنا عنهم إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه يا أبا خالد من المصدر نفسه يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته غيبة قائم آل محمد القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان إلى أن قال إمامنا السجاد أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا يا كميل أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه آهن آهن شوقا إلى رؤيتهم وماذا بعد هذا هو الكاف الشريف الجزء الأول طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثمانين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثالث عشر شيئا من خطبة خطبها أمير المؤمنين صلوات الله عليه على منبر الكوف ماذا قال في خطبته اللهم إنه لابد لك من حجج في أرضك حجة بعد حجة على خلقك يهدونهم إلى دينك إنهم أئمتنا المعصومون وماذا يفعلون ويعلمونهم علمك هذا الكلام ينطبق على إمام زماننا هذه الأحاديث تخبرنا أن علم الحجة بن الحسن يمكن أن يصل إلى الشيعة في زمان غيبته بمختلف الأساليب بمختلف الطرق كما قلت لكم قبل قليل هذه الأحاديث تخبرنا بأن منهج حوزة النجف وكربلا منهج باطل لأنه مبني على الاجتهادات والظنون الخرقاء لا علاقة لمنهجهم بعلم يصل إليهم من إمام زمانه استبروا علي ودققوا النظر في الأحاديث اللهم إنه لا بد لك من حجج في أرضك حجة بعد حجة على خلقك إنهم المعصومون صلوات الله عليه يهدونهم إلى دينك ويعلمونهم علمك كي لا يتفرق أتباع أوليائك ظاهر غير مطاع أو مكتتم يترقب إن غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم فلم يغب عنهم قديم مبثوث علمهم وآدابهم في قلوب الناس مثبتة فهم بها عاملون إلى أن يقول أمير المؤمنين في من هذا ولهذا يأرز العلم ينكمش العلم يأرز العلم إذا لم يوجد له حملة يحفظونه ويروونه كما سمعوه من العلماء العلماء هم محمد وآل محمد ويصدقون عليهم فيه اللهم فإني لأعلم أن أن العلم لا يأرز كله ومرت علينا الروايات من أن العلم سيأرز من الكوفة ولكنه سيظهر في قم تلاحظون أن أحاديثهم تمثل بناءا متكاملا اللهم اللهم فإني لأعلم أن العلم لا يأرز كله ولا ينقطع مواده وإنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور كي لا تبطل حجتك ولا يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم بل أينهم وكمهم أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا لا يقف الأمر عند هذا الحد عليكم أن تجمع بين الأحاديث الشريفة ومضامينها أعود إلى كمال الدين وإلى الجزء الأول من الطبعة نفسها صفحة 308 إنه الحديث 11 بسند الصدوق عن أبي الصباح عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الله تبارك وتعالى لم يدعي الأرض إلا وفيها عالم إنه الإمام المعصوم إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان فإذا زاد المؤمنون شيئا ردهم وإذا نقصوا شيئا أكمله لهم في عصر الحضور أو في عصر الغيبة إذا استحقوا ذلك ولولا ذلك لالتبست على المؤمنين أمورهم إن الله تبارك وتعالى لم يدعي الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان فإذا زاد المؤمنون شيئا ردهم بتدخل جلي أو بتدخل خفي فإذا زاد المؤمنون شيئا ردهم وإذا نقصوا شيئا أكمله لهم ولولا ذلك لالتبست على المؤمنين أمورهم هذا يعني أن العلم واصل منه صلوات الله عليه وماذا بعد أيضا في كمال الدين للصدوق صفحة 334 إنه الحديث الرابع بسنده بسند الصدوق عن عمار بن موسى الساباطي عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه لم تخل الأرض منذ كانت من حجة عالم يحيي فيها ما يميتون من الحق ثم تلا هذه الآية يريدون ليطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون لم تخل الأرض منذ كانت من حجة عالم ولاحظوا التركيز على صفة عالم لأن علمه يصل إلى أشياعه إلى أشياعه المخلصين وليس إلى قطاع الطرق لم تخل الأرض منذ كانت من حجة عالم يحيي فيها ما يميتون من الحق ثم تلا هذه الآية يريدون ليطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وإلى حديث آخر من أحاديثهم من المصدر نفسه صفحة 456 إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن أمير المؤمنين صلوات وسلام على أمير المؤمنين في خطبة على منبر الكوفة اللهم إنه لابد لأرضك من حجة لك على خلقك تلاحظون أن أمير المؤمنين يكرر هذا المضمون في خطبه الشريفة اللهم إنه لابد لأرضك من حجة لك على خلقك يهديهم إلى دينك ويعلمهم علمك لألا تبطل حجتك ولا يضل أتباع أوليائك بعد إذ هديتهم به إما ظاهر ليس بالمطاع أو مكتتم مترقب إن غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم يتحدث عن الإمام الغائب إن غاب عن الناس شخصه غيبة الشخص وما هي بغيبة العنوان وهذا الكلام واضح في أحاديث محمد وآل محمد صلوات الله عليه إن غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم فإن علمه وآدابه في قلوب المؤمنين مثبتة مثبتة فهم بها عاملون يتحدث عن علم إمام زماننا إن غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم في حال هدايتهم إذا كانوا على الهدى ما كانوا بتريين فإن علمه وآدابه في قلوب المؤمنين مثبتة تصل إليهم وتثبت في قلوبهم هذا إذا كانوا على طريق الهدى وليس على طريق البتريين على طريق البتريين سيضيعون ويتيهون تيهن يكون أضعاف تيهبن إسرائيل مع المراجع الطوسيين البتريين اللعناء إن غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم إذا كانوا على الهدى فإن علمه وآدابه في قلوب المؤمنين مثبتة فهم بها عاملون وفي إثبات الوصية للمسعودي هذا المسعودي إنه المؤرخ المعروف الذي كان ناصبيا ثم اهتدى إلى الحق كتابه إثبات الوصية ألفه بعد أن اهتدى إلى الحق بسنده بسنده يعني يعني في غيبته حسنبيا فهل حوزة من إمام زماننا سلكنا في طريق بعيد عن إمام زماننا بسبب هؤلاء السفلة الذين يصفون أنفسهم بأنهم نواب صاحب الزمان عقائدهم مخالفة لصاحب الزمان تفسيرهم مخالف لصاحب الزمان وفقههم مخالف لصاحب الزمان كيف صاروا نوابا لصاحب الزمان هؤلاء نواب الشيطان إنهم البتريون صناعة إبليسية بامتياز الإمام الصادق هو الذي يقول القائم إمام بن إمام يأخذون منه حلالهم وحرامهم قبل قيامه قلت أصلحك الله إذا فقد الناس الإمام عن من يأخذون قال إذا كان ذلك فأحب من كنت تحب وانتظر الفرج فما أسرع ما يأتيك سيأتيك العلم إذا كان ذلك فأحب من كنت تحب وانتظر الفرج فما أسرع ما يأتيك إذا كان على الهدى هذه الأحاديث التي قرأتها عليكم إنها نماذج مثيلاتها في الألفاظ وفي المضامين والمعاني مثيلاتها كثيرة كثيرة جدا كلها تشير إلى الحقائق التالية لا بد من إمام عالم التركيز على صفة العالم لأن الفيضى الذي يأتي منه هو العلم الحقيقة الثانية إذا ابتعد الناس عن إمامه سيضيعون مثل ما صار معنا وإذا كانوا على طريق إمامهم فإن علمه سيصل إليهم أكان ذلك بطريق جلي واضح أو كان ذلك بطريق خفي ليس واضح للعيان هذه الأحاديث كلها تشير إلى أن الدين لا بد أن يكون علميا ولا بد أن يكون مأخوذا من الإمام المعصوم هذه الأحاديث تشير إلى وجود طريق مفتوح إلى إمام زماننا نحن الذين ضيعنا هذا الطريق نحن ضيعنا الطريق بسبب أصحاب العمائم الكبيرة اللعناء من أصحاب العمائم السوداء أو البيضاء ضيعوا أنفسهم باتباع منهج النواصب وصنعوا سقيفة قذرة أخرى وأسسوا دينا واتبعوا ذلك الطوسية الشافعية المعتزلية المشؤوم وساروا على هذا الدين إلى هذه اللحظة هم ضاعوا وضيعونا معهم وهذه الأحاديث ضعفوها وصنعوا الشيعة الدخيين الشيطان صنع المراجع البتريين المراجع البتريين صنعوا الشيعة الدخيين هذه هي الحقيقة الواضحة الجلية الصريحة أتحفونا 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 بالوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل للنوبة هي قال توصل و اطمئنن تركبهم يعني بش اشي عمل تركبهم ديخ والله النفط عبارته واحد من الأعلى أخبره خمسة قلت لنستعجب مش دارها قلنا تركب يعني خلاقا أغاميشني كما تقول خلاقا أغاميشة جميع تبقوا لأ فكار حالة السلطن فقوش ديخ تعرفي فقوش و نص عبارته كنا على تفاو وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرقب قال تركب مثل تركب نعم وغير ديخ ومش لا 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 هذا هذا هو الجزء الثانث والخمسون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان التوقعات التي وصلتنا من الناحية المقدسة في صفحة الثامنة والسبعين بعد المئة إنه التوقيع التاسع نقله عن كتاب الاحتجاج وهو المصدر الحديثي المعروف للطبرسي والذي اجتمل على جانب مهم من توقعات الناحية المقدسة التوقع التوقيع طويل أذهب إلى موطن الحاجة في صفحة الثمانين بعد المئة في هذا التوقيع في هذه الرسالة إمام زماننا هكذا يقول وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسن هذا هو الزهرائي الأول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نحن الآن في الشاشة الثانية مجموعة الأحاديث التي ذكرتها لكم قبل قليل كانت لقطات كانت صورا في الشاشة الأولى هذه هي الشاشة الثانية أول لقطة فيها الحجة بن الحسن زهرائي الزهرائي الأول هو الذي يقول وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسن نعود إلى رسالته إلى المفيد والتي هي رسالة للشيعة حيث أن الإمام الحجة بيّن أن أكثر مراجع الشيعة أن أكثر علماء الشيعة أن أكثر فقهاء الشيعة ما هم على منهجه ما هم على منهج العترة الطاهرة ومن أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم غدروا ببيعة الغدير غدروا بعهد الإمامة والولاية في صفحة الخامسة والسبعين بعد المئة من المصدر نفسه من الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيعة عبر المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة فإنّا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم ما هو هذا الزلل؟ فإنّا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم الإمام لا يتحدث عن الذين يعملون في الأسواق الإمام لا يتحدث هنا عن التجار الرسالة موجهة إلى المرجع الأعلى في زمانه إلى المفيد والخطاب موجه إلى علماء الشيعة إذا كان موجها إلى عامة الشيعة فبالتفرع وبالعرض مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة هؤلاء هم البتريون هناك زهرائيون وهناك بتريون هؤلاء هم البتريون مذجنح كثير منكم الزهرائيون هم الذين يكونون أوفياء للزهرائي الأول لإمام الزهرائيين للحجة بن الحسن الذي يتخذ من الزهرائي أسوة له مثلما قرأت عليكم من توقيعه الشريف قبل قليل مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة السلف الصالح تمسك بقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وتمسك بحديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم هؤلاء هم السلف الصالح هذا هو المنهج القمي لو لا القميون لضاع الدين مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة وماذا فعلوا أيضا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هؤلاء شياطين المشبهون بأنهم لنا موالون مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد هم يعرفون حقيقة أنفسهم ولذا فهم مشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معهدون هؤلاء هم هم بأنفسهم الإمام هنا ميز بين المجموعتين بين المجموعة البترية اللعينة وبين المجموعة الزهرائية التي هو إمامها الذين ما نبذوا العهد المأخوذ منهم فإن يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون لا يقول قائل من أن المفيد على منهج الضلال نفسه وهو ممدوح في هذه الرسالة المفيد كان ضالا ثم اهتدا عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع عودوا إلى مجموعة الحلقات التي تحدثت فيها عن المفيد وعن الطوسي في برنامج ما بين واقعين هناك حلقات مختصة بالمفيد كي تطلع على الحقيقة الكاملة وماذا قال أيضا إمام زماننا في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد أيضا في آخر الرسالة إنني أقرأ من الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة ولو أن أشياءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لو أن أشياءنا كانوا أوفياء لما تأخر عنهم اليمنوا بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا نحن نتحدث عن زمان الغيبة لما تأخر عنهم اليمنوا بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم إمام زماننا يكره واقعنا ولذا أبعدنا عن وابتعد عنا هذا يعني أن الشيعة لو كانوا أوفياء فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيكون على اتصال مباشر بهم حتى في زمان الغيبة بالنحو الذي يتحقق وصول العلم إليهم من دون أن يكونوا مرتبطين بهؤلاء البتريين الثولان من مراجع الحوزة النجفية الطوسية أقرأ عليكم ماذا قال إمام زماننا مرة أخرى اجمعوا هذه الحقائق اجمعوا اللقطات والصور التي عرضتها لكم في الشاشة الأولى وأضيف إليها اللقطات التي عرضتها لكم في الشاشة الثانية حينما صرح إمام زماننا بأنه يتخذ من الزهراء أسوة له إنه إمام الزهرائيين إنه الزهرائي الأول وقسم لنا بين البتريين والزهرائيين حينما خاطب أكثر مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسحا هناك قلة زهرائية الأكثرية بتريون أما في أيامنا هذه الجميع بتريون لأنه لا يوجد فيهم منهج منهجا يختلف عن المنهج الطوسي البتري اللعين الجميع في سلة واحد ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم بالعهد الذي أخذ عليهم لو أنهم كانوا أوفياء لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم الطريق إلى إمام زماننا موجود الطريق إلى إمام زماننا مفتوح النصوص كلها هكذا تقول علم إمام زماننا يمكن أن يصل إلينا في زمان الغيبة لكننا نحن الذين ضيعنا الطريق ضيعنا أنفسنا وضيعنا الآخرين والذين ضيعون أصحاب العمائم الإبليسية الشيطانية البترية القذرة الذين يقال لهم المراجع في الحوزة الطوسية النجفية القذرة هذه الحقائق بين أيديكم وطبقوها على أنفسكم وعلى الواقع الذي تعيشونه نذهب إلى فاصل النجفية اللهم يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من طامني وسقاني يا من قربني ودناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآباني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا من الشاشة الثالثة جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع من كتب الأدعية المعروفة لابن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الآفاق إنها الطبعة الأولى إيران صفحة 311 دعاء مروي عن إمامنا الرضا من أدعية زمان الغيب إنها الغيبة المهدوية ماذا نقرأ فيه في هذا الدعاء هذا الدعاء الذي وردنا عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه يشتمل على ذكر للزهرائيين زمان غيبة الحجة بن الحسن وكل القرائن تشير إلى الغيبة الطويلة فماذا نقرأ في هذا الدعاء اللهم وشركاؤه في أمره في أمره الزهرائي هؤلاء هم الزهرائيون هؤلاء هم الصناعة المهدوية الفائقة بامتياز مثلما مراجع النجف وكربلاء الصناعة الإبليسية بامتياز اللهم وشركاؤه في أمره الدعاء لا يتحدث عن زمن الظهور الدعاء يتحدث عن زمن الغيبة دقيق النظر في الكلمات اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهات إنها الأفرشة المريحة وعطلوا الوثير من المهات قد رفضوا تجاراتهم وأضروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم هم ليسوا منشغلين بما ينشغل الناس به إنهم منشغلون بختمة إمام زمانهم مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي صورة مشتقة من هذا المضمون قطعا لن تكون بهذا المستوى وإنما بحسب ما هم بحسب منازلهم وكل شخص منهم بحسب معرفته وعقيدته ونيته اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه الذين سلوا عن الأهل والأولاد هذا من أدعية زمان الغيب الحديث عن أناس موجودين زمان الغيب هذا ما هو بدعاء من أدعية زمان الظهور هذه أدعية زمان الغيب والدعاء يتحدث عن أناس يعيشون في زمان الغيب الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد قد رفضوا تجاراتهم وأضروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم وحالفوا البعيد ممن عاضدهم على أمرهم على أمرهم الزهراء وخالفوا القريبة ممن صد عن وجهتهم واتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهم وقطعوا الأسباب المتصلة بعاجل حطام من الدنيا فاجعلهم اللهم في حرزك وفي ظل كنفك ورد عنهم بأس من قصد إليهم بالعداوة من خلقك وأجزل لهم من دعوتك من كفايتك ومعونتك لهم وتأييدك ونصرك إياهم ما تعينهم به على طاعتك وأزهق بحقهم باطل من أراد إطفاء نورك إنهم يعملون فيما بين الناس لو كان الدعاء للإمام الحجة فهل يكون بهذه التعابير وأزهق بحقهم باطل من أراد إطفاء نورك هؤلاء هم الذين يعملون في خدمة إمام زمانهم هؤلاء هم الزهرائيون الذين مرت الأحاديث السابقة تتحدث عنهم إننا لا نجد أشخاص في الواقع النجفي الطوسي البتري وفي امتداداته بهذه المواصفات لا نعرف أناسا بهذه المواصفات قطعا موجودون نحن لا نعرفهم لأننا نسير في طريق ما هو بطريقهم هؤلاء يسيرون في طريق إمام زمانهم ونحن نسير في طريق الطوسيين اللعناء ألا لعنة الله على حوزتهم ألا لعنة الله على سقيفتهم ألا لعنة الله على مذهبهم وماذا نقرأ في الكاف الشريف في الجزء الأول من الطبعة نفسها من الباب الذي عنوانه في الغيبة في الصفحة الثانية والثمانين بعد الثلاثمائة إنه الحديث التاسع عشر بسنده بسند الكليني عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه للقائم غيبتان إحداهما قصيرة وهي الغيبة الأولى امتدت إلى ما يقرب من سبعين سنة ابتدأت في السنة الستين بعد المائتين وانتهت سنة ثلاثمائة أو تسعة وعشرين للهجرة للقائم غيبتان إحداهما قصيرة وهي الغيبة الأولى والأخرى طويلة وهي التي نعيش فيها الغيبة الأولى وهي القصيرة لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى وهي الطويلة لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه إذن هناك طريق إلى الإمام نحن الذين ضيعنا هذا الطريق هذا يعني أن مراجع النجاف لا هم من خاصة شيعته ولا هم من خاصة موالي ولا نحن كذلك إذن هناك طريق آخر أين هو هذا الطريق نحن الذين ضيعنا هذا الطريق فاتبعنا أولئك الذين غدروا بعهود الولاية والإمامة اتبعنا المراجع الطوسيين اللعناء للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه هذا هو الذي قلته لكم في أول الحلقة من أن الأحاديث هذه التي سأعرضها لكم في موضوع صناعة الزهرائيين من قبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه تشهد بأن الواقع الشيعية لا علاقة له بمنهج إمام زماننا بدرجة مئة بالمئة ولذا فإن الراية الأهدى ستأتي من اليمن والراية المهتدية ستأتي من خراسان السفياني جيشه سيصل إلى النجة وصاحب السفياني سيضع رحله في رحبتكم في رحبة النجة البتريون أصحاب العمائم سيخرجون بقضهم وقضيضهم لقتال إمام زماننا النجفيون وشيعة العراق سيبايعون السفياني هذا هو الذي تنتجه النجف صناعة إبليسية قولوا لي غير هذا هل جئت بشيء من هذا الكلام من كتب الوهابيين مثلا أو من كتب اليهود والنصارى هل جئت بشيء من هذا الكلام من كتبنا غير المعروفة هذه أحاديث الأئمة وكلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اجمعوا هذه الحقائق إنها الصور التي عرضتها لكم في الشاشة الأولى ضعوا إلى جانبها الصور التي وضعتها لكم في الشاشة الثانية وهذه صور الشاشة الثالثة إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الطبعة نفسها حديث طويل عن أمير المؤمنين في صفحة الرابعة والأربعين بعد المئة إنه الحديث الثالث أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال يوما لحذيفة ابن اليمان وحذيفة من خواص رسول الله ومن خواص أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما حديث يجتمل على الكثير من الحقائق ماذا يقول أمير المؤمنين في العبارات الأخيرة والجمل الأخيرة من كلامه هذا حتى إذا بقيت الأمة حيارة بعد أن غاب الحجة بن الحسن حتى إذا بقيت الأمة حيارة وتدلهت وأكثرت في قولها إن الحجة هالكة والإمامة باطلة أمير المؤمنين فورب ورب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها نحن لا نراها داخلة في دورها وقصورها نحن لا نراها لا تقولوا بأن هذا الكلام قد يفهم منه من أن الغيبة هي غيبة العنوان ما معنى داخلة في دورها وقصورها غيبة العنوان شخص معروف باسم ما هو باسم إمام زماننا الكلام هنا عن فاعلية غيبية من أن الإمامة يدخل في بيوتنا لكننا لا نراه إنها غيبة الشخص عن الأبصار وعن الأنظار فورب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها من مراد من ذلك سيتبين هذا المعنى هناك مساحة يتحرك فيها إمام زماننا نحن لا نراها تقنيات عصر الظهور معدة الآن موجودة لكنها في مساحة نحن لا نراها وسيأتينا الحديث من قرآنهم وأحاديثهم ليس تخمينا وليس تحليلا هناك مساحة يتحرك فيها إمام زماننا ويتحرك ويتحرك فيها أولئك الخواص الذين قرأت الرواية قبل قليل عنهم من أن للقائم غيبتين قصيرة وطويلة قبل قليل قرأت الرواية عليكم من الكافي من الجزء الأول فورب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها داخلة في دورها وقصورها وقصورها القباب النورية البيضاء التي تنزل من السماء في الكوفة والإمام الحجة وخواصه في تلك القباب هل هي موجودة في مكان نستطيع أن نراه إنها موجودة في المساحة الدنيوية على الأرض التي لا نراها مثلما لا نرى إمام زماننا بأعيننا لا نرى المساحات التي يعمل فيها إمام زماننا لا نراها بأعيننا هذا الموضوع سيأتينا ومثلما الإمام يصنع الزهرائيين بأسلوب جلي بأسلوب خفي ونحن لا ندرك هذا حتى إذا بقيت الأمة حيارا حيارا وتدلهت وأكثرت في قولها إن الحجة هالكة والإمامة باطلة فورب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية ماشية في طرقها داخلة في دورها وقصورها جوالة في شرق هذه الأرض وغربها المساحة المساحات التي ترتبط بالإعداد لمرحلة الظهور توجد في كل البلدان وفي كل البقاع والأمكنة في شرق الأرض وغربها سيأتينا الكلام عن هذا الموضوع فورب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها داخلة في دورها وقصورها جوالة في شرق هذه الأرض وغربها تسمع الكلام وتسلم على الجماعة ترى ولا ترى غيبة الشخص وما هي بغيبة العنوان ترى ولا ترى إلى الوقت والوعد إلى زمان الظهور إلى الوقت والوعد ونداء المنادي من السماء ألا ذلك يوم فيه سرور ولد علي وشيعته كلمات قصيرة لكنها كشفت لنا عن الكثير من الحقائق بيّنت لنا من أن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يتحرك ليل نهار في شرق الأرض وغربها إنه على تواصل دائم مع كل حدث من أحداث هذه الأرض مع كل تفصيل أكان جزئياً أم كان كلياً هذه الكلمات لابد أن تقفوا عندها وأن تتدبروا فيها كثيراً أمير المؤمنين هو الذي يقول ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في قراءة ليس فيها تفكر أقرأوا هذه الجمل مرة أخرى عليكم تدبروا فيها فورب علي إن حجتها إن حجة الأمة عليها قائمة ماشية في طرقها داخلة في دورها وقصورها جوالة في شرق هذه الأرض وغربها تسمع الكلام وتسلم على الجماعة ترى ولا ترى إلى الوقت والوعد نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر 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 أن تتابعوا إعادة هذه الحلقة إما على شاشة التلفزيون أو أن تتابعوها على الشبكة العنكبوتية تابعوا الإعادة ودققوا النظر في الأحاديث التي عرضتها بين أيديكم لا تعبأوا بكلامي هذه أحاديث العترة ذكرت لكم مصادرها وقرأتها عليكم قراءة صحيحة من دون تحريف ومن دون عبث بالنصوص بينت مضامينها بنحو إجمالي بحسب قواعد الأدب العربي اجمعوا هذه النصوص حكموا عقولكم ستصلون إلى هذه الحقيقة من أن واقعنا الشيعية لا علاقة له بإمام زماننا مطلقا والمشكلة تبدأ من النجف وتحديدا من آيات الله العظمى إنهم آيات إبليس ما هم بآيات الله صنعوا لنا دينا جديدا صنعوا لنا مذهبا قذرا إنه المذهب الطوسي الذي هو لمام وجماع ما بين ما هو شافعي وما هو حنفي وما هو معتزلي وما هو من استنتاجاته الخرقاء وبقينا على هذا المذهب اللعين إلى هذه اللحظة عودوا إلى هذه الروايات عودوا إلى هذه الكلمات المعصومية ودققوا النظر فيها إنها تشهد بأجمعها من أن طريقا إلى إمام زماننا مفتوحا لم يغلق هذا الطريق نحن الذين أغلقنا هذا الطريق بوجوهنا حينما اتبعنا تلك الحثالات لا تعبأوا بشخصي لا تعبأوا بكلامي هذه أحاديث أهل البيت تدبروا فيها وانظروا فيها وقارنوا بين الواقع الذي تتحدث هذه الأحاديث عنه وبين الواقع الشيعي منذ الزمن الذي تأسست فيه الحوزة الملعونة في النجاث سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا وقت الحلقة انتهى لا زال الحديث متواصلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة في الحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ترجمة نانسي قنقر